قائد يواسي ذوي الاحتياجات ذات يوم طرق باب القائد صلى الله عليه وسلم ففتحت عائشة رضي الله عنها فإذا امرأة وطفلتاها والجوع رابعهم بحثت عائشة فلم تجد في بيت قائد الدولة سوى ثلاث تمرات فآثرت المسكينات على نفسها أخذت المرأة التمرات فناولت واحدة لطفلتها التي سارعت بمضغها وأعطت الأخرى التمرة الثانية ففعلت مثل أختها ورفعت الأم تمرتها إلى فمها فرفعت الصغيرتان رأسيهما نحو أمهما وحدقتا بتمرتها فانكسر قلب الأم وأمسكت التمرة بيديها وقسمتها بينهما وانطوت على جوعها ثم نهضت وانصرفت بعد أواستها زوجة الحاكم بطعامها أما عائشة فظلت تعيد المشهد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن غيمة الرحمة التي أمطرت قبل قليل ببابها فإذا بتلك التمرة المغموسة بالرحمة تحمل تلك الأمة إلى النعيم حين قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار وفي مثل هذا الظرف يسأل صلى الله عليه وسلم عائشة هل عندكم شيء فتقول يا رسول الله ما عندنا شيء وبدلا من أن يحول البيت عاصفة غضب فإنه يحول الجوع عباده فيقول صلى الله عليه وسلم فإني صائم كان صلى الله عليه وسلم يسير مع فقراء شعبه حيث يسيرون ذات يوم ذات يوم ضاقت الدنيا بتسع يتيمات حين جاء مجموعة من التجار اليهود إلى أخيهن الفتى الفقير جابر بن عبد الله جاءوا يطالبونه بسداد ديون والده فرجاهم التنازل عن بعضه أو أن يأخذوا تمرن خلاة أبيه فرفضوا فلم يجد سوى أرحم الناس وأعدلهم علم كانته تخفف صلف يهود انطلق الفتى حتى وصل إلى باب قائده فطرق الباب سمع صلى الله عليه وسلم الطرق فقال من ذا فقال جابر أنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهها لأن كلمة أنا ليست إجابة ولا تعريفا بالطارق بل هي حيرة واستدعاء لمزيد من التساؤل تعلم جابر على باب نبيه صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا ثم بس شكواه له فقال قد علمت أن والدي قد ترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فلم يتخل صلى الله عليه وسلم عن هذا المواطن الفقير ولم يكل أمره إلى غيره رغم صغر سنه وفقره سار معه وكأنه من كبار رجال الدولة سار معه نحو تجار ينتمون للأقلية لا ليضطهدهم ولا ليصادر أموالهم بل ليشفع ويتلطف علهم يخففون من معاناة هذا المواطن المفلس فهل سيستجيب تجار يهود لرجاءات قائد الدولة في ظلال السيرة